مرة جديدة يباغت مرض جديد دولا مختلفة من العالم تخوف من رصد حالات فيروس جدري القرود والتحقيق في ظهور حالات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول الأوروبية أما السلطات الكندية فقد أعلنت تسجيل أول حالتين وأعلنت حالة التأهب الصحية في أستراليا مع رصد أول حالة أما منظمة الصحة العالمية فها هي تدق ناقوص الخطر وتؤكد أن جدر القرود يواصل التفشي وقد يتفشى في دول مختلفة من العالم الإحصائيات تشير إلى ارتفاع في إصابات جدر القرود بأوروبا فماذا تعرف عن المرض وما الذي تقوله منظمة الصحة العالمية حول هذه الكارثة الجديدة التي تطل على العالم دعونا نتوقف عندما أعلنته وزارة الصحة الفرنسية عن اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدر القرود على الأراضي الفرنسية في منطقة باريس إيل دوفرانس وسط مؤشرات على انتشار الفيروس في أنحاء العالم ويسبب فيروس جدر القرود أعراض الحمى وطفحا جلديا بارزا وعادة ما يكون في البداية خفيفا وله سلالتان رئيسيتان إحداهما سلالة غرب أفريقيا ومعدل وفياتها حوالي واحد بالمئة من حالات الإصابة والأخرى سلالة الكونغو وهي أشد خطورة إذ تصل نسبة الوفاة فيها إلى عشر بالمئة السلطات المحلية على سبيل المثال في البرتغال التي اكتشف بها أكبر عدد من حالات الإصابة بجدر القرود قالت إنها قلقة من انتشار المرض لكنها أشارت إلى أن خطر العدوى منخفض وطلبت من المواطنين التحلي بالهدوء وقالت المتحدثة باسم فريق عمل مكافحة جدر القرود في البلاد لوكالة رويترز وهي مارجيدا تافاريس أن البرتغال سجلت أربعة عشر حالة إصابة بالمرض ولديها عشرين حالة اشتباه وأثار ظهور حالات الإصابة بالمرض في بريطانيا والبرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة ودول أخرى القلق لأن هذا المرض الذي ينتشر عبر المخالطة واكتشف للمرة الأولى في القرود كان يظهر عادة في غرب ووسط أفريقيا ونادرا ما ظهر في أماكن أخرى من العالم وقالت السلطات الصحية أنها قلقة ومن المهم التحرك بالطريقة الصحيحة واتخاذ القرارات الصائبة لكسر سلاسل العدوى لكنه مرض لا يسهل انتقاله ولم يسافر أي من المصابين بالمرض إلى أفريقيا ولم تتمكن السلطات من تحديد أي صلة بين حالات الإصابة وعلى سبيل المثال سجلت إسبانيا المجاورة أول سبع حالات مؤكدة مع الاشتباه في 22 حالة إصابة كلها في منطقة مدريد وسط البلاد كيف ينتقل جدر القرود وما هي أعراضه تنجم العدوى بالمرض من الحالات الدالة بمخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدوى أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية وفقا لما أفادت به منظمة الصحة العالمية ويمكن أن ينجم انتقال المرض على المستوى الثانوي أو من إنسان إلى آخر عن المخالطة الحميمة لإفرازات التنفس لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو عن طريق ملامسة أشياء لوثت مؤخرا بسوائل المريض أو بمواد تسبب الآفات وتتراوح فترة حضانة جدر القرد بين 6 أيام و 16 يوما بيد أنها يمكن أن تتراوح بين 5 أيام و 21 يوما ويمكن تقسيم مرحلة العدوى إلى فترتين كالتالي فترة الغزو من يوم إلى خمسة أيام ومن سماتها الإصابة بحمى وصداع مبرح وتضخم العقد اللينفوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات ووهن شديد وفقدان الطاقة وفترة ظهور الطفح الجلدي خلال مدة تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام بعد الإصابة بالحمى التي تتبلور فيها مختلف مراحل ظهور الطفح الذي يبدأ على الوجه في أغلب الأحيان ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ونتحفظ عن بث بعض الصور لحساسية المشهد ويكون وقع الطفح أشد ما يكون على الوجه في خمسة وتسعين بالمئة من الحالات وعلى راحتي اليدين وأخمصي القدمين بنسبة خمسة وسبعين بالمئة ويتطور الطفح في حوالي عشرة أيام من حطاطات بقعية آفات ذات قواعد مسطحة إلى حوي صلات نفاطات صغيرة بها سوائل وبثارات تليها جلبات قد تتطلب ثلاثة أسابيع لكي تختفي ويتراوح عدد الآفات بين بضع آفات وعدة آلاف منها وهي تصيب أغشية الفم المخاطية في سبعين بالمئة من الحالات والأعضاء التناسلية بنسبة ثلاثين بالمئة وملتحمة العين بنسبة عشرين بالمئة فضلا عن قرانيتها مقلة العين ويصاب بعض المرضى بتضخم وخيم في العقد اللمفوية قبل ظهور الطفح وهي سمة تميز جدر القرادة عن سائر الأمراض المماثلة ولا توجد أي أدوية أو لقاحات محددة متاحة لمكافحة عدوى جدر القرادة ولكن يمكن مكافحة فاشيته وقد ثبت سابقا أن التطعيم ضد الجدر ناجح بنسبة خمسة وثمانين بالمئة في الوقاية من جدر القرادة غير أن هذا اللقاح لم يعد متاحا لعامة الناس بعد أن أوقف التطعيم به في أعقاب استئصال الجدر من العالم وقد أعلنت الهيئات الصحية في المملكة المتحدة اكتشاف إصابة بفيروس جدر القرود وهي تلك العدوى الفيروسية النادرة مرتبطة بمرض الجدر لدى شخص سافر مؤخرا إلى نيجيريا وأمام هذه الأخبار وهذا الاستنفار العالمي هل سيواجه العالم أزمة صحية إنسانية عالمية لم يسبق لها مثيل؟ خاصة بعد أزمة كورونا التي نشأت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الأصعب في تاريخ البشرية المعاصر فقد أدت حتى الآن إلى تقييد حركة البشر وانهيار السياحة وتوقف سلاسل الإنتاج بشكل يهدد الصحة والاقتصاد وما الذي تحمله الأيام والشهور والسنوات القادمة للأسرة البشرية التي تقع تحت ضغط شديد في حين يتمزق نسيجها الاجتماعي والناس يعانون أو هم مرضى وخائفون وما الذي يمكن أن يقدم أمام ما تقوله منظمة الصحة العالمية أننا في وضع لم يسبق له مثيل ففيروس كورونا فتك بالناس فضلا عن مهاجمته الاقتصاد الحقيقي في الصميم أي في مجالات التجارة وسلاسل التوريد والأعمال التجارية والوظائف وهناك مدن وبلدات بأكملها أعلنت الإغلاق التام كما رأينا عند ظهور المرض وأخذت الدول حينها تغلق حدودها وهناك شركات كافحت من أجل البقاء في حين كافحت الأسر لكي لا تتداعى تحت وطأة الأزمة فهل يمكن أن نشهد أزمة جديدة وربما تكون أصعب شاركونا بآرائكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو